بسم الله الرحمن الرحيم وبين احكام التجويد التي في الال كريمة ان شاء الله تبارك وتعالى اي احكام جديدة علينا ما خدناهاش ممكن نكتبها وندونها حتى بعد ذلك نكون يعني عارفينها ان شاء الله تبارك وتعالى وبذلك نزداد من العلم بسم الله الرحمن الرحيم ها انتم اولئي تحبونهم ولا يحبونكم طيب اول حاجة كلمة ها انتم فيها تلات احكام ها ده اسمه ماد جائز منفصل يوم ماد بمقدار اربع او خمس حركات طيب انت ممكن تقول لي ليه جائز منفصل ما احنا شايفين الماد والهمز الاتنين كلمة واحدة لا هم اصلهم كلمتين لكن في الرسم العثماني في كتابة المصحف جاءت بهذا الايه بهذا الشكل يعني ها لوحده وكلمة انتم فده اسمه ماد جائز منفصل يبقى ها انتم الماد الجائز منفصل ان يأتي الماد في الكلمة والهمز في الكلمة الثاني طيب النون هنا نلاحظ انها معلاش حاجة في المصحف اول ما تلاقي النون معلاش حاجة كده يبقى الحكم ده اسمه اخفاء حقيقي بطريقة تانية علمية عشان طلاب العلم اننا لما نلاقي بعد النون حرف من حروف الاخفاء يبقى نعلم ان هذا هو حكم اخفاء حقيقي طيب سؤال ما هي حروف الاخفاء الحقيقي صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد فيه تقن ضع ظالم يعني اول حرف من كل كلم صف يعني حرف الايه السات ذا حرف الذال ثنى حرف الثا واكذا من تاني صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد فيه تقن ضع ظالم نكتب البيت ده عندنا في حروف الاخفاء ان شاء الله تبارك وتعالي طيب الميم هنا الحكم اللي فيها اظهار شافوي السبب ايه برسم المصحف لما نلاقي الميم عليها علامة السكون يبقى فيها اظهار شافوي بطريقة ثانية علمية لما يأتي الميم بعد الميم حرف من حروف اللي جاء بشرط يكون غير حرف الباء لان لما يأتي بعد الميم حرف باء يبقى اسمه اخفاء حقيقي طيب وخلاف حرف الميم لان لما يأتي بعد الميم حرف ميم هيبقى اسمه حكم اضغام مثلين صغير. اضغام مثلين ايه صغير. طيب هنا جاء بعدها يبقى اسمه اظهار شافوي. بالرسم المصحف الميم عليها على متسكون يبقى اظهار شافوي. طريقة ايه اسهل. طيب اول حاجة خلي بالك من الوقت ديات لا تنطق الف على سفر مستدير حرف علا زائد وسط الكلام. لا ينطق وصلا ولا وقفا. هنا الماد ده اسمه مادة جائز منفصل ولا واجب متصل. يلا نجاوب كده. مادة واجب متصل. ممتاز. لان جاء المادة والهمز في نفس الكلمة. يبقى نمده مقدار اربع او خمس حركات. لكن لو هنأفعلي هنأفعلي بستة حركات. السبب ايه? لانه همز متطرف يعني جاء في نهاية الكلم. يعني لو هنأفع الكلمة دي هنقول اولااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تحبونهم ولا برضو هنا جاء حكم اظهار شافوي ثاني هو وحذر لدى واو وفاء تختفي عشان جاء بعض حرف واو في هنا بالنبالغ في الازهار يبقى اظهار شافوي في الميم وبرضو هنلاقي الميم جاء عليها علامة الايه السكوت ولا خلي بالك ما تقولش ولا في القرآن كله ما تقولش ولا الصحيح نقول ايه ولا ولا كتير من الناس بيقرأ يقول ولا ولا ده بنقولها عندنا في العامل المصري انا دعا الولد اقول له ولا لا الصحيح نقول ولا ولا لانها لا انها هي ودخل عليها الواو ولا يحبونكم وتؤمنون برضو هنا حكم اظهار شافوي في الميم وتؤمنون بالكتاب كله طيب خلي بالك هنا وتؤمنون في مادة طبيعية في الواو بالكتاب برضو مادة طبيعية في الالف الصغيرة اللي بعد التاء وهنا لام كمر يا مظهر بالكتاب واحد تقول بالكتاب لا بين اللام اظهر بالكتاب كله ايه كله دي انا عملت مادة كده حركتين مادة اسم مادة ايه مادة صغيرة لما يأتي بعدها حرف همز يبقى اسم مادة صغيرة كبر لم يأتي بعدها همز يبقى اسم مادة صغيرة زي ما احنا شايفين كده يبقى بالكتاب كله واذا وهنا مراعاة مخرج الذال طرف اللسال مع طرف الثاني العليا ومادة طبيعية في الالف واذا لقوكم اه هنا برضو جاء معنى مادة طبيعية في الواو اظهر شفوي في المي واذا لقوكم قالوا امنا اه شفت هنا برضو هنا مادة جائز منفصل في الواو وهنا مادة بدل يعامل معاملات المادة الطبيعية حركتين في الالف اللي بعد الهمز والنون هنا في كلمة امنا غنم مقدار حركتين امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ برضو هنا في لمكة مرية الانامل ال برضو نزهر من الغيظ وإفنع لها كلمة الغيظ ايه مادة عارض للسكون اثنين او اربعة او ستة حركات ما معنى جيم جواز مستوى الطرفين يعني ينفع نقف عليها وينفع نص الالتنين صح ان شاء الله تبارك وتعال قل موتوا بغيذكم اللام هنا في كلمة قول فيها حكم اظهار مطلق وازهر ان لا ما فعل المطلقة في نحو كل نعم وكلنا والتق البدة من تحفة الاطفال ان شاء الله يحفظ من شواهد اظهار الله موتوا مادة طبيعية في الواو بغيذكم برضو الميم عليها علامة السكونة ويبقى فيها برضو اظهار شفاوي طيب ما معنى قل او قلي اللي هي على الميم ديات يعني الوقف اولى مع جواز الوصل الوقف اولى زي ما احنا وقفنا على كده قل موتوا بغيذكم اممكن نوصلها لكن الوقف ايه اولى ان الله عليم بذات الصدور اه ان غنم مقدار حركتين وغنم يمن ثم نون شدده وسمي كل الحرف غناتين اه بد ان الله ونركك الهاء من اسم الجلالة عليم بي حكم ايه حكم ايه تعرف حكم اقلاب وثالث الاقلاب وعند البائم يمن بغناتين مع الاخفاء هاي اصلا الكلمة عليم عليم تنون بالضم لكن هو شل الضم التاني وحطي لك مكان هميم عشان يعرفك ان الحكم ده اسم ايه اسم اقلاب عليم بذات الصدور وبنقف على الصدور ايه مادة عارض للسكون طيب كده اخذنا الثلاث اصول الاولى اتلوا استمع وجودا واستظهرها تردد الادي بمقدار عشر دقائق وتحفظ ان شاء الله تبارك وتعالى ولا تفهمن لازم نفهم القرآن ما تبقاش مجرد كراءة كده وتجويد وخلاصوا الامر انت على كده يعني ايه ولا تفهمن يعني الله تبارك وتعالى يقول لنا في هذه الال كريم ها انتم اولئي تحبنا يعني ها هو ذا الدليل على خطائكم في محبتهم فانتم تحبونهم وتحسنون اليهم وهم لا يحبونكم ويحملون لكم العداوة والبغضاء وانتم تؤمنون بالكتب المنزلة تؤمنون بالكتاب كل يعني ايه كتب المنزلة التي انزلها الله تبارك وتعالى التورى والانجيل والزبور اللي انزل على سيدنا داود والصحف ابراهيم ومصدي الكتب المنزل وتؤمنون بالكتاب كله يعني بالكتب المنزلة كلها ومنها الكتاب الذي انزل عليه وهم لا يؤمنون بكتابكم فكيف تحبونهم واذا لكم قالوا يعني النفاقا يعني امنا وده طبعا كان حال المنافكين امنا وصدقنا واذا خل بعضهم الى بعض لما يكونوا كده مع بعض الى كده لوحدهم بدأ عليهم الغم والحزن والغيز يعني متغزين من المؤمنين فعضوا اطراف اصابعهم من شدة الغضب شفت اللي بيأكل كده اطراف اصابعه كده من شدة الغضب اللي هو فيه ومن الغيز اللي هو فيه وهم كده كان اليهود مع المؤمنين يعني ما يكونوا معاهم يحسسون ان هم مؤمنين لكنهم لوحدهم عندهم غيز وعندهم كيد شديد لما يرون من الفة المسلمين واجتماع كلمتهم واعزاز الاسلام واذلالهم به قل لهم يعني قل ايها الرسول صلى الله عليه وسلم اموتوا بشدة غضبكم ان الله مطلع على ما تخفي الصدور سبحانه وتعال وسيجازي كلا على مقدمة من خير او شر طيب ولا تفهما ولتوصي الوصاية العملية اللي نأخذها من الالكريمة طيب ممكن نقول الوصاية العملية اننا نتجنب صفات المنافكين الاديف المنافكين اليهود نتجنب صفات هؤلاء كذلك من الوصاية العملية اننا اعلم ان الله تبارك وتعالى ركيب والله عز وجل مطالع علي عندما اكون واحد شفت ربنا سبحانه وتعالى ربنا مطالع عليهم والغيز اللي في قلوبهم والعناد والكيد لما بيكونوا يعني الوحدهم والله عز وجل يراه والله عز وجل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم بانا اتجنب صفات المنافكين واعلم ان الله تبارك وتعالى ركيب سبحانه وتعالى ان الله عليهم بذات الصدور مطالع على ما يدور في صدري سبحانه وتعالى ممكن والدي ما يعرفش عني حاج اخي اختي ابي مفيش حد خالص يعرف عني شيء لكن الا انا بفكر فيه اللي بيدور في صدري من جوة ده ربنا سبحانه وتعالى مطالع علي انا اؤمن بمراقبة الله تبارك وتعالى ودائما يعني اخاف من معصية الله عز وجل من معصية السر ربنا يراني سبحانه وتعالى لو انا في غرفة وغلقت علي الغرفة وغلقت علي المكان ربنا سبحانه وتعالى مطالع علي ويراني سبحانه وتعالى يبقى انا لازم احقق المراقبة لله عز وجل واعلم ان من اسم الله تبارك وتعالى الركيب والعليم سبحانه وتعالى ولتوسي ولتتدبر اتدبر زي الوصية وانزر الى المآل الحسن والمآل السيء ولتتبر ولا تعلمان اعلم غيري ولتدعو غيري الى العمل بما امر الله تبارك وتعالى ولتدعو له والنبي سبحانه وتعالى يقول بلغ عني ولو اي بلغ تكليف عني تشريف ولو اي تخفيف من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي مدرسة الال كريمة بالأسولة العشرة اثلوا استمعوا جودا واستظهرها ولا تفهما ولتوسي ولتتدبر واتبعه ولا تعلمان ولتدعو له حق مباني ومعاني مجمل نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل القرآن العظيم وربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزانينا وذهابهم وممنا وغممنا اللهم امين ورب العالمين الواجب علينا نكتب الاحكام الجديدة اللي احنا اسمعناها في التجويد كذلك بالواجب علينا نحفظ الاية دي بطريقة الاستظهار الخطوات العشر الحفظ اللي احنا قلنا عليها عبل كده ان شاء الله تبارك وتعالى ويسمع هذا الدرس بمقدار يعني ثلاث مرات حتى يحفظ ما فيه ان شاء الله تبارك وتعالى وصلي لهم وسلم وبركة عنا بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر